أهلا بكم مرخ رأزان المشاهدين ما زال موضوع انجاب الذكور هاجس لدى الكثير من العائلات التي ترى في الولد قوة وأيضا امتدادا للعائلة ومشروعا مربحا بطبيعة الحال فما سبب في ذلك وعلى من يقع اللوم في تثبيت تلك الظاهرة وهل هناك فرق كبير اليوم بين دور الفتاة والشباب في المجتمع الحديث أكثر حول هذا الموضوع باسمكم نرحب بالدكتورة ريم لدويلا الاستشارية النفسية حياة شاء الله دكتورة والساعة المباركة ساعة كبرك ايزاك الله خير الله يسلمك دكتورة قبل أن نبلش حديثنا عندنا هذا التقرير نشوفه ونرجع نستكمل دكتورة بعد ما شفنا هذا التقرير ما هي الأسباب بسم الله الرحمن الرحيم هذه هي ظاهرة موجودة من قبل الإسلام على أيام الجاهلية اللي هو وقد البنات لأنه كان خزي وعار بالنسبة لإنجاب البنات بالنسبة لهم يتفاخرون في إنجاب الذكور بعد الإسلام ولله الحمد حرم اللي هو وقد البنات بل على العكس صار فيه فخر ونشوف أن دور المرأة اختلف وكان لها دور كبير في المعارك والحروب إلا أن ظاهرة تفضيل الذكور ما زالت موجودة ومتوارثة في العادات والتقاليد في المجتمعات العربية تحديدا السبب دكتورة نعم السبب يرجع إلى أن في الماضي كان اعتماد الأسرة على الولد في مصدر الرزق بالنسبة لهم تحمل المسؤولية كان دور كبير جدا أكثر من دور البنت في الأسرة البنت يعني دورها محدود في الأدوار المنزلية بعد ذلك يعني ينتهي دورها في البيت ينتقل إلى دور كزوجة وأم في تربية أبنائها فكانوا يعتقدون أن الأهم هو الأدوار الخارجية مساعدة الأسرة يعني مصدر للرزق بالنسبة لهم أكيد بالإضافة إلى أنه هو امتداد للإسم أن الأسرة والله ما ينتهي اسمها عند جيل معين ولكن ما زال مستمر في هذا الشيء ممتاز دكتورة هل الآن بالفعل الولد أو الذكر نصح التعبير يعني فوائده أكثر للمجتمع وللأسرة من المرأة في الدين الإسلامي لا فرق بين عربيا ولا عجميا إلا بالتقوى ولا بين ذكر ولا أنثى إلا بالأعمال الصالحة لكل المرأة والرجل لهم أدوار معينة وهما مكملين لبعض ما في دور أفضل من دور أكيد بل على العكس هي مجرد يعني النقطة الرئيسية اللي ما زالت مستمرة مجرد أنه الاسم حتى بعض الأسر يقول لك لو ولد واحد ما يخالف المهم أنه يمتد الاسم المهم أنه يمتد الاسم يعني اللي قاعد نشوفه حاليا ليست ليست بالصورة السابقة الحين قاعد نشوف أنه دور البنت برز أكثر أصبحت هي تقوم بواجباتها يعني المنزلية والخارجية أيضا بدأت المرأة تعمل بسابق المرأة ما تعمل صح بدأت يعني تدخل في ميادين كثيرة جدا كان محصورة فقط في السابق على الرجل نعم ولكن دكتورة أيضا هذه واحدة من النقاط اللي قلت أنه إذا رزقت هذه العائلة بأنثى نعم طريقة التربية تختلف عن تربية الذكر أو الولد نعم شلون دكتورة أنا طبعا أختلف معاك في هذه النقطة من واقع التخصصي في علم النفس التربوي التربية يعني لا ترجع إلى موضوع بنت أو ولد ولكن هي مهارات تربوية سلوكيات بالنسبة للطفل كيف تعامل مع الأطفال بغض النظر عن كان ولد أو بنت إذا استطاعوا الوالدين يعني يكتسبون مهارة التعامل مع الطفل والمراهق إحنا قدرنا نسيطر على الوضع بل على العكس يعني إذا أهم ما عندهم هذه المهارات يواجهون صعوبة في الولد أكثر من البنت من البنت صحيح الولد يكون يعني يبي الحرية أكثر البنت بل على العكس يمكن السيطرة عليها فهي موضوع لأنه أيه أصعب في تربية البنت والولد إطلاقا يرجع للأم والأب ممتاز الآن لو بنتكلم مرة ثانية على هذه النقطة اليوم الصعوبة لا تكمل في طرق التربوية كتربية وكتنشئة ولكن أنا أقصد من الحالة النفسية للأب مثلا نعم يعني مو الأم الأب بوجه التحديد نعم أو حتى بين إخوانه الأب يعني إذا كان عمام البنت أو أهلهم أي والله يعني لا يلا شد حيلك نبي ولد نعم مو بنت الولد باتشر يشيل اسمك الولد باتشر ترفع راسك فيه وكأن المرأة أو البنت هذه لا ترفع الرأس ولا حتى يعني امتداد لهذه العائلة نعم نعم طيب شنسوي به الحالة شون تعامل مع العقليات نعم العقليات السابقة موجودة ولكن يعني قاعد نشوفها الحين قاعد تقل أمانة يعني هذا أنا قاعد من واقع معايشة المجتمع ومن واقع الدراسات فيه إحصائيات معينة يعني نظرة نظرة المجتمع لموضوع أن أن الولد أفضل من البنت بدأت تقل نسبة كبيرة جدا بدأت تقل نسبة كبيرة جدا ممتاز لإيمان لإيمان المجتمع بدور المرأة البارز حاليا بل على العكس يفتخر أكثر لما تكون البنت تأدي دورها أكثر من الولد لأن الولد معروف أنه يفترض في هذه الأدوار لكن فما بالك لما تأتي البنت وتقوم بهذا الدور صحيح فإذن الفخر يكون مضاعف لأن أنا عندي بنت أحدثت فارق أحسنت نعم طيب بصورة عامة دكتورة هل ترين هناك في فرق بين المرأة والرجل في المجتمع لدينا كمن ناحية الحقوق الواجبات الأخذ والعطاء مع المجتمع شوف في مجتمع الكويتي تحديدا أنا ما قاعد أشوف أن هناك فروق إلا اللهم في موضوع يعني إذا بنتخل في مواضيع أخرى ثانية قوانين تخص المرأة نعم ولكن شيء بسيط شيء بسيط جدا يعني جدا ولكن ترجع إلى مفاهيم ترجع لمفاهيم مفاهيم معينة لازم نعيد صياغتنا لموضع المفاهيم هذه لكن لكن أبدا أبدا أنا أنا اللي قاعد أشوفها الأمانة مجتمعنا وصلت وزيرة وصلت عضو مجلس أمة وصلت يعني يعني تخطط كل شيء أكيد أغلب المناصب القيادية بالضب أكيد وثمانية مارس دكتورة هو يوم المرأة العالمي نعم اللي صاد في يوم أمس فبالفعل نحن نهنأك شخصيا وإيضا نهنأ النساء في دولة الكويت جميعا بهذا اليوم لكن ماذا تحتاج المرأة الآن لتمكينها بالشكل المطلوب نعم وإعطاء هذه الصورة بأن لا فرق بين المرأة والرجل في المجتمع وحتى من الولادة من ولادة هذا الطفل نعم بالبداية أنا أوجه رسالة لكل أسرة في بداية زواجها لا تتأثر في العادات والتقاليد والإنجاب الولد أفضل من إنجاب البنت العدد حاليا يعني قاعد نشوف أن عدد الإنجاب بدأ يقل غير عن السابق فبالسابق كان ما عنده مشكلة أيب مثلا أربع بنات خمس أولاد فالأعداد ما شاء الله كبيرة الآن بدأت تقل أعداد المواليد نظرا لصعوبة التربية في العصر اللي نحن قاعد نعيش فيه نعم صعوبة التربية صعوبة الموارد المالية صعوبة أمور كثيرة أمور كثيرة جدا يعني وحتى في الجوانب التربوية أيضا أنت ما تبي تبيب عياله وبعدين وما تربيهم بالعكس هذا قاعد يسبب عال على المجتمع صحيح فالعدد القليل أي أن كان إن كان عدد بنات أو عدد أولاد أوجه هذه الرسالة لكل زوجين التركيز على موضوع الإنجاب بالأطفال الأصحاء يعني أنا أنا ما يهمني أي ولد وبعدين يكون يعني قدر الله ما شاء فعل أنه يكون غير صحيح أو غير سوي يعني فيفترض أني أنا أركز على أنه يكون الحمد لله الله رزقني واللاحظة أنه في ناس ما الله رزقهم أساسا أبناء لا بنت ولا ولد صحيح فهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى أنه رزقني بذرية أكيد وأدعي من الله وبعدين هذه يعني في المستقبل إذا كان ابن صالح يدعو لك والابن صالح يعني إن كان بنت أو ذكر صحيح أو ولد يعني صحيح فأوجه هذه الرسالة أنه أنت تركز على أنت اللي رح تربيهم أنت اللي رح تصرف عليهم أنت المسؤول عنهم أولا وأخيرا موضوع البنت والولد النعمة من الله رزق من الله سبحانه وتعالى بالكويتي يقولون اللي من الله حياها الله الحمد لله ومذكورة في القرآن يعني يرزق من يشاء ذكور ويرزق من يشاء إنات ويزوجهم ذكرانا وأناثا ويجعل بعضهم عقيم فهذا هذا موضوع البنت والولد رزق من الله سبحانه وتعالى أنا علي هذه أمانة أنا علي أن يؤدي الأمانة على أكمل وجه لأن سأحاسب عليها يوم القيامة أكيد دكتورة أخيرا إذا بنوجه رسالة لمن يعتنق هذه العقلية أو لديه هذه العقلية بأن الولد هو مصدر للربح وامتداد للعائلة وعلى عكس الإناث أو حتى البنت نعم نعم المواليد شون نقدر نغير وجهة نظرهم هل نحن نوخر عنهم ما نتعطى معهم ولا نقدر بالفعل نغير وجهة نظرهم إحنا إذا 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 ممكن نغير بعض المعتقدات نذكرهم بس بقدوتنا الرسول عليه الصلاة والسلام الدريتة كانت كلها بنات عند بعض الأولاد اللي توفاهم الله سبحانه وتعالى هم بالنسبة له كانوا العون والسند خوضهم لمعارك هل معنى ذلك أن الدعوة الإسلامية توقفت هل لأنه ماكو ذكر انتهى دورها أو انتهى اسمها إطلاقا بل على العكس فحكمة الله سبحانه وتعالى أنه يبين أن المرأة لها دور أقوى يعني إذا مو مثل أقوى من الرجل بالفعل الدكتورة يعطيك ألف عافية الله يعافي وقواتش الله على هذا الحوار بالفعل آخر شيء ما نقدر نقول إلا هي حكمة الله وأكيد اللي من الله حياة الله ولد ولا بنت بالنهاية تربيتك لهم وهم أمانا مثل ما تفضلت مشكورة وكل شكر لك الاستشارية النفسية دكتورة ريم لدويلة وهذا الحوار الشيء شكرا لك شكرا لك بارك الله فيك أزال المشاهدين فاصل